السلام عليكم و أخير رجعنا لكم بآخر بلد من بلدات البيكتمس شرحنا بلدات الشخصيات السابقة والحمد لله نانت المقاطع لعجابكم وعجبتكم على البلدات و هذا البلد برضو راح يجيبكم بصراحة البلد هذا سميه بلد الشاي براع البيكتمس ليه؟ أو أقول لكم ليه زي ما انتم معرفين سوني قدرت الخاصة أنه يقفط أماكن أو يعرف أصواك اللي يجو من حوله يعني باستخدام قدرته أنه يعرف مكان الحامل ومكان البيكتمس و برضو زي ما انتم مشايفين تكلم عن البيكتمس اه أنا أحدى من هنا بالليبل 1 أنه أزيد الرينج و أزيد النطاق يعني أسمع البعيد و برضو أطلع من هنا برضو عشان الـ cooldown حق البيكتمس يكون قصير برضو هنا هنا الليبل 3 صراحة أنا ما لعبته بس يسموني الليبل 3 هذا خائدة هذا الليبل أنه أنت تحدد على الصوت التي تجي تجي من الفاميلي ولا تجي من الفكتمس عشان ما تتلغبط ما تتحسب أن هذا الفكتمس يطلع فكتمس ما تحسب هذا بكتمس يطلع الفاميلي فعشان كده أنت تحدد ايش تسمع بالضب فهذا أفضل يعني 3 ممكن يكون للـ سوني تمام تمام نروح الـ بيركة الـ بيرك هذا يخوان طيب اشترى اتكلم فيه صراحة لازم تستخدمونه حرفية في كل بيد لازم تستخدمونه بلد سوني بلد كوني بلد مدرمين هذا بلد حرفية يخوان هذي راح فيد زي ما قلت لكم إذا خلص الاستمنى يرجع لقسة من المرة هنا الـ بيرك هذا زي ما انتم مشاهدين هذي يسمونه رادار ديتكتور فايتو انه الجد لما يقف في طماكنكم انت يا صاحب الـ بيرك تقدر تشوف اماكن الفاميلي بيمتي يعني انت قاعد تعكس الوضع يعني انت قاعد تشوف اماكن الفاميلي لمدة خمسة ثواني يبديك تستخدمه ثلاث مرات في القيم وهذا برضو الـ بيرك هذا فايتو في الفيوز فانصحكم لمتالبون بسوني اللعبوه بمخرج الفيوز انه اول ما تشغل الفيوز راح تشوف اعضاء الفاميلي لمدة عشر ثواني برضو لما يطفل الفيوز برضو يبديك تشوفهم عشر ثواني يعني حرفيا اعضاء الفاميلي تشوفهم في كل مكان يعني كان انك معك خريطة تشوفهم وانه هذا ورايه هذا وين جايه هذا مدلوين حرفيه هذا البلد يعني اسميه البلد الشايب حراعي البلد يعني هذا سوني شايب خلاص هوا قافضهم قافض الهين تكلم عن قاط المهارة دائما تلعب سولا وتلعب مع اخيك اللي انا حاطه انا اشوف انفعك البيرك اللي فوق حق اللي يخلص الاستمنة والالتفنس اخوان انا اشوف انتو براحة كانت تبتتنقص الستيلف عشان انقاط وتخليف الالتفنس براحة تبتتنقص منه منه انا اشوف انه دامك تعرف اماكنهم ماحتاج انك ترفع التفنس لانك بتكون متخبي عنهم وبعيد عنهم لانك انت قافضهم ان معاك بيرك تبييلك اماكنهم فيب حض هو اللي انقاط المهارة الان بروح الاسكولتري انا بدأت اطلع من هنا طرحت من هنا عشان اخذ هذا البيرك برضو هذا البيرك ونحتاج البرك هذا هنا البير نوصل للبركات الثلاثة الانهتان الحمدالله خلصت المقطع بشكل سريع شرحت لكم ان البلد حقسوني اتبهون شروحات انا الفاميلي اكتبوا لي تحت في الوصف اتحرمونهم زر اللايك والاشتراك فعلوا زر التنبيهات برضو اشتروا المقطع اكتبوا لي تحتاج التعليقات ويلا نشوفكم انقاطة ثانية يامان الله